قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم السبت بزيرة عمل وتفقد لعدد من المصالح التبعة للمدرية العامة للأمن الوطني وأوضح بيان الوزراء أن الوزير تفقد أيضا مصالح الشرطة الحدود وتلك المكلفة بمكافحة الالتجار الغير المشروع بالمخدرات كما عين مشروع جناح الإداري للمدرية العامة للأمن الوطني وملحقته بمقر مدرية الإدارة العامة وقدم إبراهيم مراد عددا من التوجهات بخصوص استكمال إنجاز هذه المشاريع الهمة التي ستتدعم بها المدرية العامة للأمن الوطني